وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من تونس الدكتورة فتحية السعيدي أستاذ في علم الاجتماع دكتورة فتحية أهلا بك معنا يعني بداية في ظل الصراعات والحروب التي تعيشها المنطقة العربية بالتأكيد هذا الأمر أثر على معدلات البطالة هل لديك أي إحصائيات أو أرقام حول زيادة نسبة البطالة في السنوات الأخيرة التي رافقتها حالة أيضا من عدم الاستقرار في عدد من البلدان العربية وخصوصا سوريا وليبيا والعراق طيب بالنسبة للبلدان العربية موجودة فيها البطالة وارتفعت خاصة بعد الثورات التي حدثت في عديد من البلدان فيما يسمى بلدان الربيع العربي لأنه في كل وضع معناها اقتصادي أو وضع معناها فيه اضطرابات اجتماعية الوضع الاقتصادي معناها يصبح معناها هش بالنسبة مثلا لتونس البطالة ارتفعت بعد 14 جنفية 2011 وبلغت نسب معناها مرتفعة بالمقارنة مع النسب التي كانت قبل معناها 2011 الأسباب متعددة في وقع الأمر هناك أسباب بالنسبة لي هيكلية أو أسباب متعلقة بالعقليات ومتعلقة بالمجتمع نفسه لأن المجتمع التونسي أو غيرها من المجتمعات العربية ينتظر دائما الشاب عندما يتخرج من الجامعة أو يتخرج من المدرسة ينتظر أن يوفر له عمل داخل الوظيفة العمومية أو الوظيفة الحكومية وهذا لم يعد متاح خاصة بالنسبة مثلا للبلدان التي كما قلت عاشت الربيع العربي والتي عرفت فيها العديد من الاحتشاجات الاجتماعية والعديد من المطالبات الاجتماعية وهناك في المهن الخاصة تسريح للعديد من العمال بحكم أغلاق مؤسسات اقتصادية أو بحكم الإرهاب الذي وجد في بلدان مثل العراق والتونس والليبيا وغيرها وهذه العمليات الإرهابية التي نشهدها في هذه البلدان لا تحفز المستثمرين على الاستثمار وهذا يزيد في تعميق مشكل البطالة في هذه البلدان التي يمكن أن نقول عنها أنها مهددة بالعمليات منها الإرهابية في نفس الوقت قلت منذ حين أن هناك عقلية العقلية هذه نحن مثلا في تونس لا ننشئ ونشئتنا على أنه ينتصب الشاب للحساب الخاص ذهنية الانتصاب للحساب الخاص أو الاستثمار الخاص غير متغلغي لداخل المجتمع وغير مستطنة بالدرجة الكافية هناك دائما هذا التعامل مع الدولة كيونها دولة راعية دولة راعية هي التي توفر الشغل ولكن مع ذلك نستطيع أن أقول أنه ما يزيد في تعميق البطالة هي السياسات الموجهة للشباب والسياسات الخاصة بالعمل لأنها لا تستهدف قطاعات بعينها وهناك بعض الأرباك الذي نشده عندما نطالع هذه السياسات ونجد أن هناك أيضا قطيعة مدرسة وبين سوق الشغل بمعنى أن هناك تكوين يحدث داخل المؤسسات الجامعية أو المؤسسات المدرسية لا يتناسبوا أو لا يأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق وهذه كلها أسباب منها تعمق البطالة في البلدان العربية وفي بلدان الربيع العربي اليوم غرة ماي واليوم الاحتفال باليوم العالمي للعمل وهي فرصة ومناسبة لأعلى قيمة العمل لأن العمل يضفي قيمة إنسانية على الإنسان وهناك تصبح مفارقة فعلا عندما نحتفل بالعمل وبالعمال وبمجهودهم رغم كل المطالبات التي يطالبون بها وهناك في الشق الآخر شباب وهناك عاطلون على العمل وهناك بطالة ومع البطالة هناك فقر يتعمق داخل بلدان منها العربية دكتورة تعقيبا على ما ذكرته يعني إذن بطالة الشباب تعتبر أكثر أنواع البطالة خطورة وتصل إلى نسبة مرتفعة بين 26% إلى 30% وهو رقم كبير جدا ما هي الحلول المقترحة لذلك دكتورة طيب بطالة الشباب أحنا نقول وعليها بطالة حامل الشهادات هي أعلى نسبة بطالة عنا في تونس مثلا كمثال وهذا يمكن أيضا أن يسحب على البلدان الأخرى بالنسبة للحلول هناك بعض منها الحلول هناك آليات وهناك تكوين كما قلت منذ حين هناك عقلية أن الشاب الذي يدرس أو الشاب على نفس المستوى يدرس مثلا تخصص ما ولا يجد مثلا شغل في تخصصه يبقى عاطلا في حين هناك بعض منها الآليات يمكن أن ينتصب لحساب الخاص يمكن أن يقوم بتدريبات مهنية في قطاعات أخرى ليس بالضرورة أن يشتغل نفس التخصص المهني خاصة مثلا إذا كان مثال شاب أو شابة تحمل أستاذية في اللغات أستاذية في اللغات يمكن لها أن تنتصب لحساب الخاص من خلال بعض مشروع مثلا للترجمة أو غيره لكن هذه العقلية غير موجودة بالنسبة كبيرة عند الشباب لأنهم ينتظرون دائما أن يذهبون مثلا للتعليم معناه عمل حكومي إلى غير ذلك وهناك عقلية داخل المجتمع التونسي تقول معناها مصمار في حيث عندما أشتغل معناها في شغل عند مؤسسة حكومية مصمار في حيث بمعنى أنه ضمنت مستقبلي وسوف لن يتم مثلا أي هضم لحقوقي وفي الواقع أيضا لأن المؤسسات أيضا الاقتصادية يبقى دائما العمل فيها هش وهناك بعض الأسليب التي تستعمل داخل المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تجعل الذي يشتغل في هذه المؤسسات دائما في وضعية هشاشة اقتصادية لأنه مثلا لا يتم ترسيمه في العمل أو يشتغل مدة أربع سنوات وقبل أربع سنوات عندما سيصبح مثبتا في ذلك العمل صاحب العمل يخرجه من عمله وبعد ذلك يعيد انتدابه حتى لا يتم تثبيته في العمل إذن هناك عوامل كثيرة تدفع هذا الشباب إلى البقاء في البطالة وهناك هذا العمل أيضا النفسي الذي لا يجعلهم ينظرون إلى أنفسهم كونهم قادرين على الانتصاب للحساب الخاص أو القيام بمشاريع ليست بالضرورة كما قلت معناها مشاريع تدخل ضمن اقتصاصاتهم الدقيقة مثلا عندما يكونون خرجوا معناها جامعات ترى يعني ما هي الرسالة التي تريدين توجيهها ربما مؤسسات التربية لمكافحة هذه الآفة طيب بالنسبة لمؤسسات التربية أول شيء بالنسبة لي يجب أن يكون هناك بالتوازي مع التعليم العام هناك تعليم مهني في تونس كانت هذه التجربة موجودة منذ الاستقلال لكن مع بداية أو آخر الثمانينات في إطار إصلاح التعليم لسنة 2000 حُدفت هذه التجربة لأنه لماذا هذا التعليم الموازي أو المهني حتى بالنسبة للذي يدرس تعليم عمومي يمكن أن يكون له بعض المواد المهنية حتى نرفع شيئا فشائئا مثلا الأمية المهنية اليوم نحن أمام أمية مهنية يمكن نقول أن الأمية الأبجادية نقصد لكن هناك أمية مهنية موجودة لأن الخرجين غير ما عندهمش الخبرات الكافية التي تمكنهم من الدخول لسوق معناها الشغل معناها هذا المخترح الأول أو الرسالة الأولى موجهة طبعا للمؤسسات التعليمية التي يجب أن تكون هناك هذا التوازي بين التعليم العمومي والتعليم المهني هناك مسألة أخرى تقع في مسألة التنشأة الاجتماعية لابد أن يكون هناك توجيه في التنشأة الاجتماعية للأبناء والنشئين نحو المهن الخاصة ونحو الانتصاب لحساب الخاص لأن اليوم القطاع العمومي في كل تقريبا البلدان العربية لم يعد له الإمكانية الكبيرة لكي يستوعب هؤلاء الخرجين من الجامعات نعم دكتورة اسمحي لي أن أختم بسبب ضيق الوقت دكتورة فتحية السعيدي أستاذة في علب الاجتماع كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تونس شكرا جزيلا لكي